لا يأتي رئيس حكومة في العراق إلا ويطعن بسابقيه ويعد بمستقبل أفضل لكن في النهاية يغادر منصبه بعد أن يدفع العراق نحو الهاوية أكثر فأكثر مصطفى الكاظمي لم يجد ما يبرر به فشل حكومته إلا بإلقاء اللائم على سابقيه عندما قال إن حكومته ورثت فشل حكومات 17 عاما وكأن الكاظمي لم يعلم ذلك عندما استلم هذا الإرث الفاسد ومع ذلك سكت عنه محاولا استثمار الوقت بوعود وهمية مثل ورقة الإصلاح البيضاء التي لم يتحقق من بنودها أي شيء قبل الكاظمي قال هذا الكلام عادل عبد المهدي وعزف على ذات المنوال وبشر العراقيين بالحل عبر حكومة تكنقراط منفذها الوحيد هي البوابة الإلكترونية لكن الحقيقة أن بوابة الأحزاب والكتل هي المنفذ إليها يعود الزمن إلى الوراء قليلا حيث حيدر العبادي تكلم عن فساد سابقيه وأنه سيعمل جاهدا لإنقاذ البلاد حتى نور المالكي رائد الفساد الأول وعد بمستقبل أفضل وعبر ثمان سنوات جعل الفساد يتغلغل في جذور الدولة أزمة العراق الحقيقية مع رؤساء الحكومات المتعاقبة ليست في توصيف المشكلة وإنما في إيجاد حل لها فإذا كان الكاظمي قد أقر بفشل الحكومات السابقة فلماذا لا يفتح الملفات القديمة ويجري محاسبات فعلية للفاسدين إذ أن أولى الخطوات على الطريق الصحيح تبدأ بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة لكي لا تتحول الحكومات إلى محطات مؤقتة للسرقة والفساد كما هو الحال بالنسبة للواقع السياسي الحالي الحقيقة الثابتة في العراق عدم وجود حكومات مستقلة وإنما هيكلية سياسية ثابتة منذ الغزو تتبدل فيها الوجوه ولكن جهازها التشغيلي لا يتغير الأمر الذي يجعل أي محاولة إصلاح عبثية وعدمية